اشتركوا في القناة 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 ولي هو رادمي نوت ويت برو كيس قصيتو بش حاش ريتو قالي هاوليك البري فانا صراحة دهشت ما كنتش على بالي بلي لبريتا الهواتف هبطو سمعت من عندو اشتره ببري جديد ماشي بالبري اللي كان به من قبل اسمه البريتا الرادمي نوت ويت برو طاح نروح نشوفو بعض الهواتف اللي طاحوا لبريتا وحوم ولا ماشي بعض الهواتف يعني الهواتف تقريبا نصهم طاحوا في بري انا جبتلكم ثلث تليفونات برك على سبيل المثال عدنا الرادمي نوت ويت برو نسخة 6 جيجا بايت رام مقابل 128 جيجا بايت روم كان يدير 46 ألف دينار جزائري ذرك راولة 45 ألف دينار جزائري وما زال يزيد يهبط عدنا الرادمي نوت ويت نسخة 4 جيجا بايت رام مقابل 64 جيجا بايت روم كالبريتا و 38 ألف دينار جزائري ذرك راولة 36 ألف دينار جزائري وما زال يزيدو يهبطو الهاتف اللي بعده عندنا الرادمي نافئة نسخة 2 جيجا بايت رام مقابل 32 جيجا بايت روم كالبريتاعو 27000 دينار جزائري فرقالبريتاعو 25900 دينار جزائري وما زال يزيد يهبط البريتاعو الهواتف كما لاحظتو خاوسي من قبل الهواتف اللي يطيعو بريتاعو بزاف هو ما شيومي كما شيومي رام بدو يهبطو السبب اللي يخلى اسعار الهواتف تهبط وهو فتح المطارات راح يكون في 27 ديسمبر يعني كيعد فتح المطارات في 27 ديسمبر مضمونة وبدأو يطيحو لي بري كيطيحو لي بري يعني راح يتحلو المطارات وهذه حاجة مليحة لكم خوتي انا وشو نقول لكم تقدرو تشريوا منظر كنعمال ما كانش مشكل انا ان شاء الله راح نقتني هاتف بلك راح نجيب الرادمي نوتويت برو انا يعجبني الرادمي نوتويت برو والسبب الثاني اللي يخلى الهواتف يطيحو في الاسواق الجزائرية واصحب الماحلات بغاو يبيعو ايلي كيديو سمع ماذا بيهم وما يبيعو الحاجة هذي باش كيتحلو المطارات يجيبوكم الجديد وهذه حاجة مليحة بزاف ماذا بينا احنا يدخل الجديد وتزير تطورو كلاش يجيبنا هواتف جدد وهذه هي كشماكاي الجديد ان شاء الله خوتي راح تشوفوه فلاشان تعي كريم وتاك مالاخو يقدر ابوني وفعل جارس بارك بشي وصلك الجديد انتانا على بل يجمع نصهم ممشي وصلهم الاشعارات انتوعنا هذه هي وما تنساو الجامل الفيديو شوفوكم في فيديو جاية ان شاء الله تلاف ارواحكم وسلام عليكم اشتركوا في القناة